إذن أسباب كثيرة لتأجيل العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة كشفت عنها مصادر عسكرية لوسائل الإعلام إلا أن تقريراً لواشنطن بوست كشف أسباباً تنطوي عليها المطالب الأمريكية بالتأجيل حيث نقلت الصحيفة عن مصدر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى مخاوف عدة من حجم الخسائر السياسية والعسكرية المترتبة على هذا الهجوم كما حمل لقاء بايدن مع نتنياهو أسئلة كثيرة حول العملية العسكرية المزمعة أبرزها ماذا لو كانت المقاومة أو مقاومة حماس أكبر مما تتوقع وماذا عن المساعدات الإنسانية وكيف ستحمي المدنيين وما هي أبرز الضمانات لتحرير الأسرة أحياء كما جاء على هامش ذلك اللقاء سؤال هو الأهم عن فرص السلام بعد ذلك بالشرق الأوسط إذا ما نجحت إسرائيل وأسفر هجومها عن تدمير غزة بشكل كامل إضافة إلى أن الهاجز الذي تسعى إليه واشنطن أو تسعى واشنطن لتفاديه بحسب الصحيفة هو نشوب حرب إقليمية أوسع خاصة في ظل الهجمات المحدودة التي ينفذها حزب الله على الحدود اللبنانية والتهديد الإيراني بإشعال المنطقة